نصحتي بجد بلاش خطبة طويلة بلاش فترة الخطوبة تبقى مدتها طويلة أنسب فترة الخطوبة أنا شايفها زي سيدنا عليه والسيدة فاطمة عاملوا 6 شهور 6 شهور كان في غزوة يعني كان بعيد كان بعيد يعني 6 شهور لكن مجي ومرواح وقعد سنة وسنتين لا سنة وسنتين ده إحنا قرلين فتحه وأسره ها كده كده بالسلطة عارفين الغلط فيني الغلط إن فيه عرف ما أنزل الله به من سلطان صدقوني فيه عرف إن الخطوبة هي العقد والبرده جوزك والمفروض مش عارفة لا خلق وكأن الخطوبة أو قريت الفتحة بس بقريت فتحة فقط كأنها خطوبة والخطوبة في الأعراف بعض الناس كأنها عقدة أو كأنها بناء خلاص بأزوجك ويقولك وتطلعك غلط 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 كل كلام ده من الصح المفروض في الفترة دي هي فترة ايه وعد وعد بالزواج فأنا رأيي إن الفترة ما بطولش يعني سنتين 3-4 كلام ده إلا إذا كان مسافر وفي وسائل تواصل دلوقتي ممكن هو توعد توعد في السكايب بيكمل حجابها وأهلها موجودة ما تخليش الخلفاء بتاعتها الغرفة النوم بتاعتها كل الكلام ده لأ أعدى في صلاة والأهل موجودين وهي بكمل حجابها بتتعرف عليه مفيش مشاكل لكن ويتكلموا الكلام للأم طب الشات ما بين الناس ولأ ما ليش ما ليش الشات يعني ما فيش شات إلا إذا إلا إذا عطيت الباسفورد بتاع الشات بتاعك لأبوكي وأخوكي عادي يخشوا في أي وقت يشوف أنت لاش مشاكل من القصة دي أو أن أنت لا تستحمل أو زي جميل جدا جدا عجبني الضهات كانوا بيعملوا حاجة تحفة جدا كانوا بيعملوا جروب واتس ويحطوا الخطب المخطوبة والعيلة مثلا هو والحاجة مثلا على قلب الجروب أعدين لجنة والحاجة شوفوا يا حاجة هتعصل أي وموشا هو موجود فده شيء طيب بيتعرف بيه بعتوا حاجة قضايا عامة بيتناقشوا فيها علاوة طبعا على لو هو هيجي وزي ما قلت لكم خلوة كاملة لأ خلوة أصلا لأ الباب مفتوح وكده ومدة العقدة مزيتش صد تشور حلو جدا ونجيبوا بقى ونفتح الأسئلة ونتكلموا أهلوا يزورونا ونشوفوا ونشوفوا ونشوفونا ونستخير على الأمور دي تمام طيب فيه دواب الشرعية يا جماعة للخطوبة أمور بين الخطب المخطوبة ميبقاش زي ما قلت لكم الكلام متجاوسين جميل أنت ممكن بيقول لكم سأنا كلمتها على الخاص طب كلمتها على الخاص يعني وبعدين طب ما أنا أمديها البصورد أيها ما أنت مديها البصورد وتمسح الشت قبل أبوكي ما يشوفوا مثلا وتعودوا تكلموا الساعة 2-3 بقى والـ 8 ساعات المجانية والـ 2000 رسالة على الواصل ده كلام الصح يعني موضوع الكلام هقول لكم بصوا عشان بس الكلام بيبقى فيه شهوه آه المفروض ما يكونش فيه شهوه وما يكونش فيه بحبك وحشتيني ولابسة إيه بصوا لابسة إيه طب أنت فين أنت قاعدة فين آه الدنيا حرة عندك طب ما تصوريه أنت غلط 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 طب ما خطبني ده فضل مشاولة أي حاجة بصى بنتي أنا عايزاكي دايما نجمة عالية في السماء نجمة عالية في السماء عارفة النجمة العالية كده اللي يقول كله شايفهم منورة كده وجميلة وصعب أنها تتلمس إمتى هقولوا بصوا والله إن شاء الله ستجد ما يصرق بعد البناء بإذن الله أما الفترة دي لأ وزا ما احنا شوفنا التجاوزات ده أنا مش عايزة أقول لكم كمان في حالة من الحالات توفى الخاطب بعد ما تمت خلوة كاملة توفى الله وبقت تبتي وتعمل مش عارفة تعمل إيه طب أروح طب تقولي لأخوه طب ما بقتش عارفة تصرف لحد الحمد لله رب بناء يعني إيه يسر الأمر وتحل لكن طبعا بالصح تماما يبقى فيه بالشكل اللي احنا شايفينه ده يبقى ما فيش خلوة ما ينفعش يبقى فيه خلوة ولا شات ولا كلام إلا في وجود جروب العيلة اللي احنا بنقول عليه أو تدي البصورة اللي قال لك مع وجودين في أي وقت يشوفوا الدين وما تمسحيش وما تبقاش فيه حاجة أنت تخجلي منها بعد كده إحنا ما نضمنش يا جماعة دلوقتي كان الأول بقول لك أنا معايا جواب بإسماء دلوقتي معايا سكرينات فيعني إحنا لحنا عايزين الكلام ولا صور وما ترخصيش نفسك وما تحطيش نفسك في صورة إيه أو أني مثلا تأملي حدش عارف الغيب وهي الفترة دي زي ما قولنا إحنا يلزمنا الشرع إحنا عندنا محازين ده موضوع يلبسك الدبل ده لأ برضو إحنا مش عايزين بس نيك لأ طبعا اللمس والجال هوليستا لا يحلي لكي هو مجرد قولنا إيه تاني وعد بالزواج يحفظوا بقى وعد فقط بالزواج زي وزي مين زي ما إحنا أي حد ماشي في الشارع بيبيع لبن بيبيع أنا بي لكن هو رأيه وحيد بس اللي كانت كلفة في الأمر ده إن لو المخطوبة في مكان خارجي لا يأمن عليها لا تؤمن على رجعها أنها ترجع البيت يعني ينفع أنها تتخذ ولي للرجوع فقط إنها بس تبقى معها لحد ما يرجعها البيت مفيش لمس يا جماعة مسك الإيد ومش عارفة إيه والكلام ده إيه الكلام ده مصحي خالصه الكلام يعني في الحاجات دي مش بس الحرمة الشرعية لأ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات نفسه ممسش في البيع قال أنا أقبل بيعيكو إلا إني لأ أصافح النساء فمفيش جعلق وقال منه يضرب أحدكم بمخيط من حديد من مفرق رأس الأخ مصقدم خير الله ما أن يمس يد المرأة لا تحللها فإحنا الأمور دي عندنا كده فإحنا زي ما بنقول لكم إنتي عايزة زواجك يرضاه الله عايزة البيت ده ربنا يبقى فرحة ويتبقى الملائكة عنوان لمحط ملائكة الأرض والسماء يبقى فيه بركة بإيه بالطاعة والمعصية بص بتعمل إيه بالجره اختهر المعصية كده بتجر سحبطها كده والسياء بتجيب سحبطها فمش يتقف عنده مرحلة معنا صدقين ويعني لولا أن احنا على شاشات والكلام ده كنت أقول لكم طبيعة الكلمات اللي بتتقال والجمل اللي بتتقال والبنت ترتبك كلمني وها مرتبكة جدا وصوتها مرتعش جتولي إيه أصله قال كذا وفي حد ممكن يقولك طبعا يعني حاجات صعبة جدا فإحنا بنبعد عن الكلام ده طبعا الالتزام بغض البصر بين الطرفين إيه ده يعني أنا مش أشوف أنتوا خطوا الموافقة الأولانية أنا بكلامكم في أمور شرعية يعني خلونا نبقى صح عشان ربنا يبارك في الأمر ده والله ما في امرأة ولا في أمى مسلمة أو عبد مسلم عمل إلا الله سبحانه وتعالى بيأمره بيعمل إلا بيبقى فيه بركة هو أنا مش مين عارف كتالوجي مش الله سبحانه وتعالى هو اللي عارفني وعارف إيه اللي يصلحني وإيه اللي يفسدني وربنا قال لأ فالأمر ده يبقى أنا أسمع الكلام أعرف إيه إن الخير كل الخير بإن الحكمة المطلقة والخير المطلق في فعل الله بس وفي أمر الله إلا الله سبحانه يأمرني بيه وهكذا حال المؤمنين يبقى ما ينفعش إن أنا إيه قاعد ببصة وهو يعد يبص لم ينفع المفروض في غد بصرة عجل عايز تبص وعجل بالأمطب نسيتها آه ماشي فيه إباحة ممكن لو نسيت شكلها تشوف لكن على الأقل على الأقل يبقى الدنيا مات إيه مش مفتوحة على الآخر أو لأماكن معينة وأنا شفت كذا طب إيه الموضوع شكله إيه طب حق طبس أنا عايزة اشتري لك هدية مش عايزين نقول الكلام ده والله لا الكلام ده غلط أنا عايزة اشتري لك هدية فأنا عايزة المقسات فأضطر إن أنا مش عارفة إيه طب ما ممكن غلط كل الكلام ده وأنتوا فاهمين كويسة أنا عايزة اشتري لك هدية إيه دية خاصة ولا هدية داخلية الكلام ده برضو مستح مش أقصد الهدايا العامة اللي موجودة ما بين المقبلة بيتكلم على هدايا في اللبس وحاجات داخل غلط غلط الكلام ده ترجمة نانسي قنقر